أعتقد أن هي الأحق بالتأريخ خلال الفترة اللي جاية نعرف نرصد مدى التطور اللي حصل في صناعة كرة القدم لكن كمان فيما يخصنا احنا لا احنا التاريخ عندنا الحقيقة ثري جدا ومحتاج كرة القدم تحديدا يعني دايما دايما كرة القدم المصرية مظلومة شوية في حتة التأريخ احنا لسه بنبتدي وبدأي أنه يبقى عندنا انتاج كويس من الكتب الرياضية اللي فيها توثيق لتاريخ الكورة لكن احنا عندنا منتخب بيلعب كورة بقاله أكتر من مئة سنة يعني احنا منتخب أول مباراة لعبها سنة 1920 يعني 104 سنة فالمئة سنة دول المنتخب بتاعنا حصل إيه وإيه والمحطات المهمة في تاريخ منتخب مصر كل ده جزء مثلا لوحده محتاج تاريخ وتوثيق نتكلم باتحاد الكورة المصري مئة سنة عندنا اتحاد كورة التفاصيل دي كلها نلقى النادي الأهلي برضو نادي الزمالك الانديها الشعبية الكبيرة معظمها تأسس في الجزء الأول من القرن العشرين يعني كلها بتحتفل بمئوياتها على مدار الكام سنة اللي فاتوا ففيه فرصة كبيرة قدام الكتاب أن هم يشاركوا في فكرة التوثيق والتاريخ الرياضي للمرحلة اللي جاية كتير جدا عندك مجالات كتير جدا وأفكار كتير جدا الناس تقدر تشتغل عليها أعتقد أنه مرحلة المئة سنة اللي فاتت في الكورة هي تنقلت من أنها فكرة شوية ناس بتلعب كورة لصناعة حقيقية لها محدد لها أركان ولها استثمارات على مستوى العالم بقت بتأثر كمان في صناعة القرار بقى لها أبعاد اجتماعية أبعاد اقتصادية كبيرة هو ده اللي يترسد خلال المئة سنة اللي فاتت من عمر الكورة